السلام عليكم ورحمة الله اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد الله المال لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم اليوم رح نتكلم عن الانفاميشن ديستربيوشن بنظريات الترجمة طبعا من أقول الانفاميشن ديستربيوشن أنا أقصد بها شيئا وهي الـ Given والـ New Information طبعا الـ Given Information والـ New Information الـ Given من اسمها هي المعطاء يعني الشيء الموجود already والـ New هو الشيء الجديد فمن أقول ورز ليلة هذا رح يكون New فالشيء جديد عفوا فالشيء Given ورز ليلة أين ليلة هذا فالشيء Given أين ليلة الآن ورز ليلة اللي هي ليلة اللي هو السؤال عنها واللي هي نفسها She is She is هايا معلومات أردي احنا نعرفها لأن احنا أصلا نسأل عن ليلة الآن In the kitchen في المطبخ هذه هي معلومة جديدة لذلك رح نقول عليها New In response She is in Given Information because it occurs in the context where is in the kitchen is a new information because it cannot be from the context the police are looking for a stolen car تبحث السيارة تعفوا تبحث يبحث رجال الشرطة عن السيارة المسروقة هذه كلتها راح نعتبرها New Information New Information What are the police doing here ما الذي يفعله البليس هنا طبعا كلمة They are كلها They are هذه احنا راح تكون أصلا نعرفها فالشيء اللي احنا نعرفه وعدنا معلومة علي سابقة راح نقول علي هو Given والشيء اللي جديد انه Looking for the stolen car هاي جملة جديدة يعني بغض النظر عن دي جملة انتهت هاي جملة جديدة اذا طالما هاي جملة جديدة احنا ما نعرف عنها معلومة فراح اقول عليها Given راح اقول عليها Given عفوا New راح اقول عليها New New Information مش معلومة جديدة لو جيت الى هذي الجملة جملة الاولى Who paid the bill من الذي دفع الفاتورة جملة الثانية Peter Did الآن Peter هاي جملة كلية راح تكون انه New لان ما عندنا اي معلومة عنها لان ما عندنا اي معلومة ما نعرف اصلا منه فلذلك الجملة الاولى راح تكون Given والجملة الثانية راح تكون New الآن هناك نقطة مهمة يقول At the level of the sentence meaning active and passive equivalents since they are suppressed the same prepositions At the level of the context الآن راح ننتقل الى level of the context of meaning active and passive are not equivalents since they have different information distribution يقول في distribution الactive الpassive والactive they are not equivalents احنا من نقول information distribution يعني ان معناها given و new الآن في الجملة الاولى Mary Mary في الجملة الاولى هي given و cooked the meal هي new information طيب الآن ننتقل الى Mary Mary بالجملة الاولى فهي given وفي الجملة الثانية هي new لان احنا نعرف اللي بالبداية هو دائما يكون given اذا Mary بالجملة الاولى هي given والجملة الثانية هي new عندنا ذمير الوجبة الوجبة اللي هي كوك ذمير بالجملة الاولى هي new والجملة الثانية هي given فتخربط النظام لذلك في قضية information distribution the back asif and the active are not equivalents هذا هو الاستنتاج مهم جدا لازم نحفظه طبعا الامثلة مو ضرورة نزلهم مثل ما هي عادة حتى دا كانت امثلة خارجية مو مشكلة حتى في قضية نظام او قاعدة s-v-o-o والs-v-o-a they gave john the first prize or they gave the first prize to john يقول هنا they have which have the same meaning at the sentence level are different on the level of the information focus on prize and the information is john طالما النظام هنا اختلف طالما النظام هنا اختلف فthey are not equivalents they are not equivalents اما باللغة العربية فبالنسبة للمبني المجهول نقول افسد الناس الدينار افسد الناس الدينار والدرهم يعني الذي افسد الناس هو الدينار والدرهم بالجملة الثانية افسد الدينار والدرهم الناس جوناثان نقول الذي قام بإفساد الناس هو الدينار والدرهم طيب الآن الآن طبعا اذا تلاحظون الجملة هاي بادية بناس وهاي الجملة الثانية بادية بالدينار والدرهم فهنا ايضا رح يختل التوازن فراح نشوف حتى من نريد ان ترجمهم من نريد ان ترجمهم الى اللغة الانجليزية كيف رح يصير the people have been corrupted by the dinar and the derham هاي الجملة والجملة الاخرى the dinar and derham have corrupted the people يعني بالجملة الاولى هي مبني للمجهول اصبحت والجملة الثانية هي مبني المعلوم dinar and derham have corrupted people طبعا هذه كلش مهمة ولازم نحفظها والامثلة كذلك ضرورية جدا ترجمة نانسي قنقر